مساء الخير هو الرابع من آب التاريخ الذي لن يسقط بتقادم الزمن يوم بمئة عام في رزنامة الوجع هو الملح الذي ما فتئ يبحر في الجرح النازف وقنبلة الألم التي شطرت عنابر قلوب المحبين هو إهراءات من مخزون دموع التي لم تجف وصوامع من قمح الحزن الأبدي اللامتناهي هنا وقف الزمان هنيهة على ركام الكارثة وأزدل المكان مرساته مدى العمر عند رصيف حاويات القهر هنا حفظت أسماء الشهداء التي ما تحولت يوما إلى أرقام في حسابات الوطن المكلوم وحدها العدالة تبرد بعضا من القلوب التي تغلي كنار فوق رماد المرفأ المنكوب وحدها استقلالية القضاء والسمو بقضية الشهداء ودمائهم فوق أي اعتبار تحرر الحقيقة لتكون ناصعة وفق الدستور والقانون ولا شيء غير ذلك حقيقة لا تحتمل أن يبنى الفاعل فيها للمجهول كائنا من كان منذ لحظة وصول الباخرة المشؤومة مرورا بحجز النطرات على مدى سنوات وصولا إلى ساعة وقوع الانفجار والأسباب الكامنة وراءه ولمناسبة ذكرى شهداء انفجار المرفأ جدد الرئيس نبيه بر التأكيد على أن المسار الذي يوصل حتما إلى العدالة وكشف الحقيقة هو تطبيق الدستور والقانون فيما شددت حركة أمل وحزب الله على ضرورة إجراء تحقيق جدي وشفاف وفق الدستور والقانون المرعية الإجراء بما يكشف الحقيقة ويحقق العدالة التي تطمئن النفوس وتضمد الجراحة في مسار قضائي واضح ونزيه بعيدا عن الاستثمار السياسي والتسويف الذي لا يؤمن إلا مصالح من يقف وراءه والتحريض الطائفي والمذهبي الذي كاد أن يطيح بالسلم الأهلي نتيجة لسياسة الإملاءات التي تفوح منها رائحة الفتن وتقفز فوق الحقيقة التي يجب التمسك بها